ما إنذرت F-16 وأخواتها في العراق على مواجهة الإرهاب حتى أصبح مصيرها يشبه مصير ما يعصفه بالعراقيين أجمع إنعكاس تخريبي تصنعه صواريخ الكاتيوشة والهجمات المتكررة على قواعد عسكرية ومناطق في البلاد جعل من إمكانية تحليق F-16 شبه مستحيل اعتقاد أخذته على عاتقها شركة لوكيد مارتين الأمريكية مقررة سحب فرق الصيانة الخاصة بطائرات F-16 المتمركزة في قواعدة بلد الجوية إذن يقع مصير الطائرات في دائرة المجهول ما يمنعها في الأجواء من التحليق خطورة مسلسل الميليشيات الخارج على القانون التي تعيقها بصواريخ الكاتيوشة واتهامات أمريكية مباشرة لدعم تلك الميليشيات من قبل إيران لكن الخطورة في الأمر تتحدث عن مصير طائرات صرفت عليها مبالغ كبيرة من منزانية الدولة لأجل تحقيق أهدافها مصير هذه الأموال قد يتبخر هباء منثورة فيما لو تحقق بالفعل التخلي الكامل عن مراعاة دورة حياة الطيران لها واستمرار ألية عملها التي تحارب فيها خلايا الإرهاب وفلوله الأخطر من هذا كله هو الحديث عن صفقة شراء طائرات مقاتلة من كوريا من نوع KF-21 الصفقة إن أبرمت ستعيد السؤال مجددا ما الذي جرى في الأموال التي صرفت على طائرات F-16 وما هو مصير تلك الطائرات وهل سيكرر سيناريو طائرات F-16 مع الطائرات الكورية فالحكاية لم تنتهي بعد والهجمات المسلحة بالصواريخ لم تتوقف حتى الآن ولم يحسن مصير الجسد الإرهابي الذي يعيث خرابا في البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر